طبعا السؤال يعني واضح هل المسيح كمثل آدم وعشان يعني نشرح هذا الموضوع إذا ممكن تخذنا أولا في صورة من سفر التكوين كيف الله طلب أو يعني صنع آدم أو جبل آدم من تراب الأرض وأسكن في جنة جميلة جدا وما حدث بعد هذا الموضوع الله عنده مشروع أزلي معلومة عند الرب منذ الأزل جميع عماله الله بيحب الإنسان ولما ترى مثلا سفر الأمثال أصح تمانية يقول ولذاتي مش بس مع آدم لكن مع بني آدم يعني نقدر نفرح ونتطمن أن الله يصر بنا يريد أن يقترب مننا وأن نقترب منه لكن عايزة أقول هل المسيح كمثل آدم في الحقيقة في آية واحدة قد تقود إلى ذلك اللي جيت في رمية 5-14 لما يقول عن المسيح الذي هو مثال الآتي ودي محتاجة شرح ومحتاجة أن نفهمها لكن الحقيقة أن هناك مش أقل من عشرة اختلافات بين المسيح وآدم فالمشابهات بين المسيح وآدم أقل كثير جدا من الاختلافات بين المسيح وآدم تفضلت وذكرت شيء أن الله في الجنة جبل آدم من تراب الأرض هذه واحدة من ضمن الاختلافات أو خلينا أقول دولة اختلافين مش اختلاف واحد الاختلاف الأول أن آدم مخلوق بينما المسيح أين في كل الكتاب نقرأ أنه مخلوق على العكس يقول لنا في كولوسي 1-16 الكل به وله قد خلق يقول لنا أنه كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فهو الخالق بحسب تعليم الكتاب المقدس الحاجة الثانية أن آدم تراب وهذا ما قاله في كورينتوس الأولى 15 الإنسان الأول من الأرض ترابي طيب المسيح الإنسان الثاني الرب من السماء كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا إحنا ترابيين وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا فالمسيح سماوي وكل الذين انتسبوا إليه وصاروا فيه صاروا سماويين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة